الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شذيك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع هذه الحلقة حق الله عز وجل لا ينتهي إلا بالموت مع أن تهد العنوان أردت من ورائه أن أبين أن الذين كانوا يعبدون الله تعالى في رمضان وأقاموا العبادة له عز وجل في الشهر الفضيل المبارك لابد عليهم جميعا ولابد علينا جميعا أن نستمر في هذا الطريق لا ننقطع لأن رب رمضان هو سبحانه وتعالى رب شوال فحق الله يعني العبادة العبادة لا تكون إلا في رمضان والعبادة لا تنتهي بانتهاء رمضان فعلينا جميعا أن نواصل وأن نستمر وأن نداوم وأن نثبت قال الله في كتابه الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما قال عبد ربك في رمضان فقط قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تستمر وتداوم على العبادة وعلى الطاعة وعلى الاستقامة وعلى المعروف ما دمت حيا وينتهي حق الله في حق بني آدم بالموت واعبد ربك حتى يأتيك حتى يأتيك اليقين على طول أيام السنة مناش ناس انتعمونا سبات ولا الناس انتعموا واسم ثم سرعان ما ننتهي ونزول ونذهب ما تصلحش ما تركبش ما يمشيش الأمر لأن هذا ربي سبحانه تبارك وتعالى الذي خلقنا لعبادته سبحانه ونعمر الأرض هذه الأرض هذه نعمرها بالعبادة والصلاح والفلاح فمن تمام الصلاح في الأرض أن نستمر في رمضان ما شاء الله رأينا يعني أمور جميلة ما شاء الله رب العالمين المساجد مليئة بالمصلين الناس يقرؤون القرآن صايمين ما شاء الله صنائع المعروف الصدقات الطاعات القربات ما شاء الله لكن الآن الأجمل من ذلك أننا نواضب على هذا الذي كان بيننا وبين الله في رمضان وأن نستمر المداومة هذا هو الصح المداومة على الطاعة المداومة على الطاعة أعيد وأكرر المداومة على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى ونلقى وربي نهار يحضر الأجل انتعنا نلقى وربي ونحن على طاعة الله سبحانه عز وجل انتبهوا هذا أمر ما نلعبوش فيه لأن الأمر بيننا وبين الله سبحانه تبارك وتعالى فشوف يا بارك الله فيك شوف اختي الكريمة بارك الله فيك 30 يوم ونحن ما شاء الله تبارك الله غير منتهى رمضان أنا في الأسبوع الأول ولا تقريب خلنا ندخل الأسبوع الثاني انتع شوال يعني والله ما يصلح يعني حياء من الله سبحانه تبارك وتعالى والإنسان إذا شرع فيه شيء يثبته كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا درن بحاجة من الطاعة كان يثبتها صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فمن علامات الثبات على الدين والطاعة المداومة 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 الاستمرارية الاستمرارية هنقول لكم في بداية الحلقة حق الله جل وعلا لا ينتهي لا ينتهي برمضان إنما ينتهي بالموت نهار يجي مالك الموت ويقبض الروح ثم خلاص انتهى أمر العبادة وانتقل الإنسان إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى أما مدام فيه الروح ويدب على قدميه في هذه الحياة الإنسان رهم طالب من قبل الله يعبد ربي بالليل ويعبد ربي بالنهار ويعبد ربي في الصفر ويعبد ربي في الحضر ويعبد ربي سرا ويعبد ربي علانية ويعبد ربي سبحانه وتعالى في رمضان ويعبد ربي سبحانه وتعالى في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم وفي صفر وفي باقي الشهور وأيام السنة وأنا أذكر أنه مرة حلقة من هذه الحلقات التي نلقيها في قناة النهار قلنا باللي الإنسان في مواسم الخير يتزود يعمر يعمر وش يعمر يعمر من الإيمان والتقوى باش يمشي يواصل السيرة إلى الله سبحانه وتعالى فجاءت المحطة المباركة لهو شهر رمضان قال فيها ربي لعلكم تتقون تزودنا قرينا القرآن صلينا صمنا زكينا زكاة الرقاب وهي زكاة الفطر وصنعنا صنائع المعروف ما شاء الله كل هذا واج كل هذا عمرنا زاد عمرنا زاد لنواصل السيرة به إلى الله سبحانه وتعالى فكانت هذه المحطة نافع لنا وفيها الإنسان راجع نفسه راجع أحواله فعاد من قريب إلى الله وتاب وأناب الآن رمضان نسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم رمضان راح الآن ما بعد رمضان ومسألة أخرى وننهي لكم الحلقة الآن ما هو الأثر وش الأثر اللي خله فينا رمضان هاو خلاص رمضان 30 يوم تراويح قيام الليل التهجد القرآن الطاعات الإحسان القربات السخاء الجود الكرم ما شاء الله هذا كله يحبه الله هو يرضاه الآن الآثار وش خله فينا رمضان لازم تظهر فينا الآثار فمن آثار الصوم فينا وش هو الثبات على الطاعة بعد رمضان من تخلهش على ربي وكل من تخلى عن الله يعني خلى ربي الله يتركه ويخله لنفسه فالاستمرارية بارك الله فيكم المداومة بارك الله فيكم على ماذا على ما كنا عليه ونتق الله نتق الله ما استطعنا كل حاجة وصلنا لها نفعلها نسأل الله لنا ولكم الثبات ورب يوفق الجميع لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين